هذا أربعة من إذاعة الثمانية وأنا الوليد العيسى في كل سنة في رمضان تحديداً فيه كثير مسلسلات خليجية تطلع كمية ضخمة ومطبيعية بغض النظر شوي عن جودتها الشي الغريب أن فيه كمية إنتاج ضخمة لمسلسلات الخليجية بس ما فيه إنتاج ضخم للأفلام مع أن الواضح أن الناس يحبون أن نظرون أفلام اليوم في السعودية وبعد ما افتحت السينما فيه إقبال كبير جداً عليها مئات الألاف من التذاكر تباع سنوياً ومن صالتين عرض إلى 20 دار تقريباً اليوم والعدد قاعد يزيد فوضح الإقبال كبير على السينما وغير السينما فيه عدد كبير من الناس ينظرون أفلام في البيت في نتفليكس وغيره نتفليكس في 2020 رصدت أكثر من 16 مليار دولار للإنتاج حول العالم فلما تشوف هذا الأرقام وتشوف هذا الإقبال كبير بس المقابل ما تشوف فيها أفلام كثيرة فيه تجارب مؤخراً جيدة مثل مسامير وشمس المعارف تفازح داعش وقع مع نتفليكس إنتاج ثمانية أفلام بس وش اللي للحين ناقصنا عشان نصير زي هولوود ولا حتى أفضل من هولوود عشان كذا حلقة اليوم مع عبدالهم الغنام باحث دكتوراه في درسات السينما والأفلام وكتشوف ليش ما نقدر ننتج أفلام كثيرة بجودة عالية وش دور المسلسلات الخليجية اللي انتجناها بالأفلام وهل أصلا الأفلام اليوم تدخل فلوس والله دايماً هي من تفكيك العناصر اللي قاعد تصير حول صناعة الأفلام في الخليج خاصة أنها كمية الأفلام بسيطة فقاعد تساعدنا نفهم كيف وش اللي شكل هالأفلام وإنتاجها يعني ملاحظات البسيطة اللي قاعد اللي من خلال بحثنا أو شغلنا في الدكتوراه يعني عناصر أساسية سميناها بعجلة يعني مصطلح استعاري خود من مجال صناعة السيارات كذا عالم يعني طرح العملية هذه وكيف إحنا ندرس نسيابية الانتاج في كذا قطاع يعني خاصة المانيفاكتشور يعني سياب بروسس فالأفلام نفسها في عدة خلينا نقول لك عناصر قاعد تتشكلها خاصة في الخليج الدوران بسيط البداية الدوران كان أول شيء ما معدوم من بداية قبل الألفية كان جداً خلينا نقولك كان جداً يعني في عدة أمور يعني اجتماعية اقتصادية حتى سياسية قاعد تنظر هالعجلة هذه والأفلام هذه بحداتها المحلية أنها يعني ما هي جيدة أو ما هي من الصالح العام منها تكون موجودة تغيرات اللي صارت في الألفية بداية الألفين يعني منها الأفلام مرجانة سينمائية الانفتاح الانترنت صالات السينما بدأت تفهم أن المحتوى مهم من يكون محلي يكون بالإضافة للمحتوى الجميع يكون مهم محلي كل هذه بدأت تشكل يعني زيادة في الانتاج زيادة في المحتوى المحلي حتى لو ما كان بذلك الجودة لكن احنا نتكلم عن عدد العدد هذا مع الوقت هذا من عام 2000؟ من تقيباً 2004 خلي نقولك طبعاً في أفلام من قبل لحنا نتكلم أنه ما في أفلام لكن التسارع اللي قاعد يصير خلي نقولك بدأ من 2005، 2006، 2004 إلى 2015 حصل عندنا في تسارع يعني في إنتاج الأفلام في الخليج بس وش كان في أفلام أحسن ما تذكر أفلام 2004؟ لا تذكر طبعاً نحن بما نتكلم على أفلام يعني لما تجيك تقولك أفلام والله أفلام هو اليود والأفلام الأوروبية والأفلام الأوروبية والعالية الجودة نحن نحسبها في الدراسات بشكل عام نحسب وجود فيلم وجود مواهب صنعة أفلام بغض النظر عن المخرج الفني هذا يحسب للصناعة يحسب للقطاع يحسب للشركة اللي أنتجز هذا الفيلم موضوع آخر نجي تكلم عنه كيف الجمهور شافة الأفلام هذه العلاقة الجمهور بالأفلام هذه هنا موضوع مختلف بس موهب هنا أصلا هو مربط الفرس أكيد أنك إذا جيت أنت أنتجت فيلم إذا كان فيلمك جيد أنا أحسبه إذا كان فيلمك موهب جيد أترى أحد يقدر نمسك كاميرا ويسوي فيلم صحيح يعني ليش نمبسط إذا أنتجت فيلم موهب حلو ليش نمبسط إيه لا هي عملية أننا كيف نبدأ في هالمجال هذا المشكلة أننا حتى في السعودية اللي قال يقصير أن البدايات هذي قاعد تتحطم وهذه مشكلة ما هي يعني هذه إشكالية في عملية دوران العجلة هذه دوران اللي ما ما يجب أننا ننظر للشوائب البسيطة اللي قاعد أو حتى الشوائب اللي خلي نقول لك مع الوقت هذول اللي يخجون أفلام ولي نتجون أفلام ويصنعونها حيتعلمون مع الوقت الجمهور دائما الجمهور المحلي ما تعرض لهالكمية من الأفلام المحلية في وقت في السينما بشكل مستمر وبشكل بإعداد كبير يعني كل سبوع سبوعين ينزل لك فيلم محلي سعودي ولا حتى كويتي ولا إماراتي وعلاقة الجمهور مع الأفلام هذه علاقة ما هي يعني ما نبنت بالشكل خلينا نقول لك الإيجابي يعني في خلال عشر سنوات خمس عشر سنوات فكان في أفلام كويتية أفلام ما هي كانت ذلك أفلام الجودة حقها كويسة لكن كانت أفلام تعرض للجمهور معين وكانت تحقق أصداء إيجابي لهالجمهور هذا لكن الجمهور الفني على سبيل المثال ما كانت يعني تلاقي استحسانة فكانت تصداء يعني كان في أصداء زي اللي ما كانت متوازية بين الجمهور الفني والجمهور العام الجمهور العام يبحث عن أشياء استهلاكية بحتة عن ثمات معينة يعني متعرض لها يبغاها نفسها مثلا ما هم متقبل أن يشوف أفلام محلية بشكل جديد وبصيغة جديدة وحتى بسر جديد لهالقصص فالذلك صارت عندنا بعض المشاكل الجمهور الحين في السعودية قاعد يتعرض لكمية كبيرة من الأفلام خلال يقولك كبيرة لأنها أكثر من ثلاثة أربع فلام مثلا خلال فترة معينة قاعد يتعرض لها في السينما ولحتى في نتفلكس ممكن ما يشاهدها لكن يسمع فيها كثرة كثرة سماعهم الأفلام محلية أفلام محلية أفلام سعودية قاعد يخلق لنا ممكن أشياء إيجابية أن العجلة قاعد يدور لكن في بعض يعني في نفس الوقت ممكن قاعد يسبب بعض المشاكل المشاكل الآنية هذي أن الجمهور ما قاعد يتقبل هالأفلام هذي ما قاعد يتقبل الفكرة التي تعرض في الأفلام فكل هذه الشغلات هذي قاعد سأقول لك أنها قاعد تصنع لنا مشاكل في نفس الوقت يعني يعني شغلات إيجابية أن تساهم في دفع العجلة هذي لمكان ما ولعدد معين من الأفلام خلال السنوات القادمة طيب وعلى هذه العجلة يعني من زمان وحنا عندنا مسلسلات خليجية كثير مرة بالذات يعني المسلسلات الكويتية كانت هي أكثر ممسلسلات إنتاجا وضخامة وكننا دائما نشوفها في رمضان وغيرها وكانت مسلسلات كثيرة في كل سنة تجي مو بناها في سنين تجي سنين لا فدائما كذا كل سنة كل رمضان يستطيع عندك كذا ما أدري كم ثلاثين مسلسل أربعين مسلسل بختلف قنوات مختلف جركات إنتاج ممثلين سرت قصصي ما أدري إيش أنا فهم أن صناعة المسلسل تختلف عن صناعة الفلام بس مو بن مفترض أن هذه المسلسلات هي خلاص حركت العجلة ليش أنها المسلسلات ماشية أمورها يعني جيدة بس بالمقابل ما فيه فلام كذا يعني ما فيه ولا فلم بس إنه عادي تشوف بالسنة عشرين مسلسل العملية اللي تصير في المسلسلات وإنتاجها هي ديموما يعني بدت من بداية خليه أقول لك المحطات الفضائية مثل مبي سي روتانا مثلا تلفزيون الكويت تلفزيون السعودي اللي يدعم الأعمال هذي سنويا أنت لما تكون داعم الأعمال سنويا بغض النظر عن محتوى المادة الجودة اللي تطلع فيها هيصير عندك رتابة إنتاج متزايد لكن هيكون الجودة مثلا في سقق معين هذا اللي ممكن اللي سبب مشكلة في تقبل الجمهور للأفلام محلية لأن وجود بعض الشخصيات اللي في المسلسلات هذه مثلا على سبيل المثال الأفلام الكويت وجود المسلسلات وشخصيات المسلسلات في الأفلام قاعد يعطيني حق سلبي يعني مو حق إيجابي أنت أكيد ممثل ومشهور تطلع في التلفزيون سنويا لكن هذا يعني أن الجمهور متقبلك في السينما اللي قاعد عليها مظالة وعلشان يشوف أفلام يعني سواء ترفيهية ولا فنية بس يعني مثلا نتوقع نقول أنه من الجيد أنك تنتج أفلام حتى لو ما كانت جودتها عالية بس أنك قاعدت تحرك هذه العجلة أكيد بس ليش العجلة ما تحركت عجلة الأفلام بالرغم من أني عندي إنتاج ضخم من المسوسات بغض النظر عن جودتها طبعا لما ننظر الأرقام خلال 20 سنة الماضية في تصاعد إنتاج الأفلام في الخليج التصاعد هذا يعني قاعد يصنع لي يعني من جانب اقتصادي قطاع قطاع إنتاج سنماي حتى لو ما كان معترف في بعض الدول أو حتى الدول كلها لكن لما أجي أنظر من منظور خليجي أو دول مجلس التعاون ككل في هناك حراك على مستوى الأفراد والشركات مش موجود على مستوى الحكومات بعض الحكومات لكن موجود على مستوى الأفراد والشركات وهذا شيء إيجابي الدعم اللي يبقى الآن الجمهور كيف يتقبل الجمهور كيف يشتري السلعة هذه السلعة قاعد تتزايد من 2005 قاعد ينتج فيلم في الكويت فيلم في الإمارات فيلم في السعودية في 2017 2018 في السعودية قاعد ينتج 8 أفلام في الإمارات 10 أفلام في الكويت 6 أفلام هذا تزايد أجن ما ننضر الجودة هذا تزايد في الرقم معنات أنه عندنا فيه فيه عرض فيه طلب حتى لو بسيط موجود فيه جمهور معين للأفلام هذه يعني أنا أفهم منها زيادة جيدة بس يعني أتصور أنه كده مثلا عندنا في الخليج استهلاك المحتوى شيء مو طبيعي وكثير ناس حيب تستهلك محتوى 8 أفلام في السعودية أحسنها رقم صدق مو جيد يعني أنا ما أقول لك هوليوود أبنتج زيها ما أدري كم هوليوود تنتج 2000 فيلم بس أنا ما أدري كم بس إنها 8 أفلام في السنة يعني أنا أعرف إنها جايسين يتحرك بس يعني ليش ما نبقادر أنتج أكثر أو ليش ما نبقادر أنتج بجودة أعلى وإنها شيء يعني مو مثلا أني بصنع سيارة فبصنع سيارة الموضوع مرة معاقد أنا بحتاج مصنع بحتاج أدوات بحتاج الناشة اللي يستغلون التنافس قيمة يعني فيه أشياء كثيرة صور في المقال عندنا السوق يبي السوق يبغي استهلك طبعا أكيد لازم تأخذ عدة عوامل من ضمنها من اللي بيصنع أول شيء من الشركات الإنتاج اللي willing اللي تينفست في هالكمية معينة من الأفلام خلال فترة معينة ثانيا مين المنصات اللي بتعرضها هل هي دور سينما مين الموزعين اللي بيأخذونها هل هي منصات رقمية مثلا نتفليكس أو غيرها الأخير الجمهور مين اللي بيشتريها أنت لما تعرض كمية كبيرة من الأفلام محلية في فترة معينة شخصيا أنا أشوفها ممكن تكون يعني إضرار بالجمهور لما يكون تصاعدي تصاعدي إنتاج تصاعدي هالفيلم هذا حقق نجاح مثلا شمس المعارف حقق نجاح أنا أروح أسوي شمس المعارف 2 شمس المعارف 3 أو أسوي سلسلة من نفس الممثلين هذولي لإنتاج أفلام لأن الفيلم حقق نجاح أنت الآن في مرحلة تجارب صناعة الأفلام قاعد يجربون أنواع يجربون قصص علشان يحققون يسمون المعادلة كيف أن أحصل الفيلم أنتج بمبلغ معين وأحقق أرباح من خلال سواء سينما أو نتفليكس أضعاف اللي أنا أنتجت فيها فهل المعادلة هذه مهمة أنهم يحققونها قبل ما ينتقلون لمرحلة الكام again على سبيل المثال الإمارات مثلا بدأت في 2012 بعدد من أفلام الآن في 2019 قاعد تنتج تزايد 6 7 8 كل سنة قاعد تزايد الرقم لكن again في الإمارات الأفلام اللي تنتج أفلام كوميدية عائلية سميها فاميلي كوميدي الجمهور المحلي الإماراتي قاعد يميل الأفلام هذه وحصلوا جمهور لهم عجلة تنتاج في السعودية قد تختلف لأننا لسه ما بعد نستكشف وش الجمهور يبقى أو نستكشف ايش الأنماط اللي الجمهور يحبذها أن يشوفها في الأفلام السعودية بعضهم ما يحب الأفلام الفنية بعضهم ما يحب الأفلام الكوميدية حتى ما يلاقي أن الكوميدية مثلا العائلية في الممثل السعودية ممكن يلاقي الأفلام مثلا الإثارة الحركة قد يكون توجه معين في الأفلام لذلك أنا أشوف مثلا احنا ما ننظر إلى كم حاليا أبدا ننظر إلى نوع الأفلام علشان نعرف إيش نمكن نصنع فيه بعدين خلي العجلة تصير سواء في تزايد سواء هالسنة صنع عشرين فيلم السنة الجاية نصنع خمسة عشر ولا عشرة لكن خلينا نشوف وش الانتاجات اللي قاعد تثير الاهتمام الجمهور يعني فترة الأخيرة صارت فيه كثير تجارب جيدة فيلم مسامير عرض على السينما وراح النتفليكس شمس المعارف يعني شمس المعارف يعني يمكن أول فيلم محلي أناظرة وأنا فما من أقدر أقارن بأي فيلم قد شفته ثاني يعني مو أني أمدح لأنه فيلم محلي أمدح لأنه فيلم مرة رائع تلفاز 11 قبل قبل كم يوم وقعوا وقعوا مع نتفليكس أكثر من فيلم ثمانية أفلام وقد أنتجوا لهم أفلام سابقة فإن شاء الله الأمور طيبة بس ما أدري عن المشهد زي مثلا يعني إلى الآن تطلع أفلام ميهب بالجودة المأمولة قبل كم يوم بطلع 3-2-1 أكشن وما كان أفضل الفيلم ينتج فإنه تشوف في جانب أفلام جيدة تنتج بطيئة شوي وفي جانب فيلام موهب هذيك الجودة العالية شو نشوفها أغين هو الجمهور هو اللي يحكم بنهاية حق الإنتاج هو يعني مكفول جميع الكل لها الحق أنه ينتج أفلام لكن زي ما قالوا مو يعني إجباري أن الكل يشاهد الأفلام هذه أنت لما تنتج فيلم أنت تضعه في السوبر ماركت يعني هو كمنتج الاستهلاك على المنتج هذا ما مو بشرط يكون عالي إذا صار عالي معنات أنه أنت في عندك ميزة إضافية أنه ممكن تصنع مثل هالمنتج هذا ممكن تزيد من ال من الكمية للإنتاج هذا متوزع الفيلم هذا في أكثر من مكان بدلا مكان سينما نتفلكس شاهد منصات غيرها سينما خارج المنطقة مثلا كل هذه العوامل مهمة في قياس فعالية الإنتاج الأفلام محلية لذلك تنوع أنا شوف تنوع المصادر الإنتاج للجمهور هو شيء إيجابي برد نظر عن جودة الجودة تأتي مع العمل ومع إنتاجه في بعض الأشخاص ينتجون أول فيلم جودتها مرة عالية مثل شمس المعارف وهذا شيء جدا جميل لكن شوف الكاس واللي اشتغلوا في شمس المعارف كم سنة كانوا يشتغلون على إنتاج أفلام قصيرة كم سنة كانوا يشتغلون على إنتاج على مشاهدة على الدراسة على البحث كانوا هم متعمقين في المجال هذا وكانوا حابين المجال هذا لذلك هم هم أكونوا نفسهم بنفسهم وهذا هو نتاج الجهد حقهم خلال سنوات الماضية ما تقارن بأي شخص مثلا دوبوا داخل المجال يبغوا انتج فيلم طويل وهذا غير صحيح أنا أقول لك ليش مهرجان السنمائية خلال العشرين أو خمسة سنوات الماضية ساهمت في بعض الأحيان في تشكيل جودة معينة جودة فنية للأفلام الخليجية لأنها قاعد تعطي مساحة للأفلام القصيرة المخرجين والشباب أنهم ينتجون أفلام قصيرة هل إنتاج هذا القصير مع الوقت ساهم في خروج أفلام طويلة إحنا لما ننظر لها بشكل العام هذا شيء إيجابي إحنا هو قاعد يدعم الاقتصاد الوطني الإنتاجي وقاعد ينتج أفلام ومع إنتاج أفلام إحنا قاعد يدعم المواهب محلية قاعد يدعم ما خلنا نقول لك بعض الشركات الأخرى اللي قاعد تساعد في إنتاجها الفيلم فهي من جانب اقتصادي ممتاز جدا لكن من جانب جماهيلي وكالسينما وبناء السينما وطنية فيه بعض المآخذ عليها هل الأفلام اليوم بسعودية تدخل دخل فلوس يعوش شيء اللي بيحفزني إني أنا أبنتج فيلم مكلف بالنسبة لي أو كيف أني بقدر أقنع عجيب مستثمر ومع أننا الحين مثلا المشهد مثلا في أمريكا يوم بدأت تطلع اليوتيوب والتيك توك وهذه فكرة المقاطع السريعة كذا في كثير ناس صاروا معدي يحبون نشوفون أفلام مثل أول بالذات الجيل الصغير لأنها طويل أبقيت ناظر ساعتين أعطني شيء سريع أعرف أنها ما بعد صنع كذا بس الفكرة إنه لو تقارن السينما اليوم قبل سنوات في أمريكا أبتصورنا قبل سنوات كان كسوق سينما كان أضخم المعادلة أنه كيف أي فيلم ينتج هو لازم يدرس السوق حاليا في السعودية عدد صالات شاشات السينما في تزايد طبعا ممكن وصلنا 150 لكن الشاشات تزايد لما أصنع أنا فيلم أبداع الآن لكن سيعرض في 2022 مثلا أنا أعرف في 2020 سيكون شاشات السينما السعودية وصلت 500 مثلا وهذا شيء إيجابي 500 شاشة أنا كم هطلع منها هي الحسبة أنه كم شاشة هيرض فيها الفيلم وكم الإجمال اللي ممكن يطلع الفيلم في الشاشات هنا مثلا على أساس أنا أحدد البجت الميزانية تبع الفيلم هذه معادلة شاشات اللي هو البوكس أوفيس بالبجت تبع الفيلم وهذا اللي قاعد يصير في أغلب الأفلام الأمريكية اللي هي أنه عندها السوق عالمي تعرف كم كم فيلمها بيجي في الصين وكم متوقع في أوروبا وفي بريطانيا وفي أمريكا فعلى حسب التوقعات هذه قاعد تدعم أو قاعد تدفع المليارات والملايين الميات الملايين على هذا البوكس لإنتاج الأفلام لأنها عارفة بالنهاية أن الفيلم هذا بيطلع المبلغ المعين من الشاشات هذه الأقبال سيكون بهذه الطريقة فهذه التنبؤات هذه أنت ما تكتحددها لما تصل إلى مرحلة النطر نسميها أنه لما يكون إنتاج الأفلام وصل إلى عدد معين سنويا مثلا هوليد على سبيل المثال من أو من 1995 إلى تقيبا العام الماضي إنتاج الأفلام مرحلة يعني معينة من 95 إلى 115 تقيبا ما يزيد ما يقل على العدد هذا هذا يدل لك أن الإنتاج ما هو مثل الصين الصين إنتاج في تصاعد يعني الصين وصل إلى ألف تقيبا بعد ما كان في 2010 إلى 500 فيلم الآن في 2019 إلى ألف فيلم سنويا الصين طبعا سوق الصيني والسوق الكوري في تصاعد عجيب لإنتاج الأفلام ولا زال لا زال لا زال ما وصل للمرحلة إنه عارف إيش الجمهور يبغى لا زال يعمل مرحلة تجارب السوق الأمريكي لا وصل لمرحلة النوت عارف إيش يبغى الجمهور خاص الجمهور العالمي وقاعد يسنع بناء عليها البجت حقه والمتوقع من الأرباح اللي بيحصلها من العواد يعني فعل مشاهدة الجمهور الشيء الجديد اللي هو نتفليكس أو دخول المنصات الرقمية دخول المنصات هذه الفيديو حسب الطلب كلها قاعد تعمل ممكن يعني خيقول لك مشاكل للستوديوهات الكبرى هذي اللي متوقعين إن الإقبال حيكون بالرقم هذا لكن يكون الإقبال أقل بقليل مثلا على الفيلم هذا في صلاة سنما لأنه بحكم اللي صاير في الأوضاع الكورونا وغير متوقعين خلال 4-3 سنوات الجاية الوضع ما هو مثل الوضع الطبيعي حيكون في تغييرات ممكن يكون في زيادة لكن المتوقع أن يكون أقل بكثير من المعتاد يعني فهل يعني إذا أنا بنتج فيلم أبعت من تماما على الملصات الرقمية وإذا كان فيلم ضخم هل هذا شيء مجدي لأن مثلا تشوف بعض حين أفلام نتفليكس بحكم النهي اللي تنتج نفسها تنتج فيلم وفيلم رائع ولا يعرض بالسلم بس في نتفليكس لأن أطبعا سياسة نتفليكس مختلفة تماما سياسة نتفليكس تعتمد على الاستخدام مستخدمين أنا ممكن أدفع مليارات على الإنتاج الأفلام توقع 6 مليار في العام الماضي إذا ما خالب ظني نتفليكس السنة هذه 16 مليار مثلا أنا 16 مليار ليش أدفعها على الإنتاج الأفلام وأنا ما عندي المادة لكن هم عندهم الأرقام الأرقام تحكم بالأرقام هذه 16 مليار أنا كم كسبت مثلا من إعلان داخل الأفلام هذه أولا مستخدمين ومعرفة أكثر بالمستخدمين وكيف توجهاتهم لمشاهدة نوعية من الأفلام كل هذه تعتبر استثمار يعني بحد ذاته استثمار مجدي وغير الاستثمار اللي قاعد يدفع في مثلا الهوليود الهوليود استثمارها دائما على التيكت تيكت سيلز ويمكن حتى نوعية المحتوى يختلف يعني ممكن في السينما أنت مستعد أنك تروح للسينما وتدفع مثلا خمسين ريال وتنظر فيلم مدتها فهل ساعات فأنت رايح ومخصص وقتك عشان فيلم طويل وفيلم قصة واضحة بس في البيت يمكن يمكن في نتفليكس أكثر الأشياء اللي تمشيه المسلسلات اللي مدتها نص ساعة كده فأجي كعشر حلقات نص ساعة بناظر وقت الغدى بدن بطلة فيمكن حتى كده طريقة الانتاج تختلف ده ما أسوي الفيلم طويل أسوي الأشياء صغيرة صحيح ممكن يأثر وكثير كلام منه ممكن نتفليكس تغير نموذج الفيلم بدل ما يكون يعني ليش حننسمي فيلم طويل تعرفة الفيلم طويل اللي فوق الـ 65 وخلها 75 دقيقة ليش ما يكون فيلم 35 دقيقة مثلا ويكون هذا الفيلم المعتاد يعني ليش هوليد حددت لنا والأفلام الأوروبية حددت لنا أن الفيلم الطويل هو دقيقة معين أو 90 ولا غيرها فالنتفليكس ممكن تعدل من الصياغ المعتاد لإنتاج الأفلام حتى لعرضها فدائما يكون فيه نقاش أن والله ليش هوليد وليش نتفليكس نتفليكس أفلامها مثلا منعت من مهرجان كان بحجة أن الأفلام هذه معرضت لنيتفليكس ما هي معروضة للمهرجانات ولا ما هي معروضة للسينما فهذا يعني يسمونه تدخل صريح في عملية مين يصنع الفيلم ومين اللي يتحكم فيه وين يعرض في المنافسة مثلا لكن كل هذا حيتغير وتغير هذا بجزء من صناعة الأفلام نفسه اللي مرت على يعني مدى يعني عقود ماضية أن فيه تغير يعني يسمونه التكيف على وسائل جديدة التلفزيون الـ VGS الأشرطة الهادي سيديات وبإذن الله إن شاء الله يعني في القريب العاج نشوفه الأفلام السعودية والمحلية يعني جودة أعلى وإنتاج أكثر ونصير معدن ناظر لأفلامنا يعني نحتاج أنا ما أقول لك أنه مرة نعاد ناظر أفلام ثاني لكن نحتاج الخليط هذا بين الأفلام السعودية والأفلام الأجنبية لأنه بالنهاية هي قصص من حول العالم يعني فتنوع مهم اي 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 لا لا يعني قصة كي تكسر في أفلام كتير رائعة عندنا الله يعطيك العافية عبد الحمار الله يعطيك حبيبي الوليد مشكورك صباح موعد للاربيعة اشتركوا في القناة